موسيقى أحبائي المشاهدين رح يحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج بلا قيوب دايما بوقف مدهوشي دايما الوقت والطاقة يلي الناس بيضيعون ودايما المشاكل يلي بيخلقوها لنفسهم لما بيحاولوا يغيروا حدا تاني حتى يصير يشبهون أو لما بيحاولوا يغيروا حالهم حتى يصيروا يشبهوا حدا تاني ما بعتقد أنه فكرة زكية ولا واقعية ولا حتى موفيدة أنك تحاول تغير الناس ولا سيما تغيرهم حتى يصيروا يشبهوك عادة الناس يلي أكبر هم عندهم كيف يغيروا الناس هن أكتر شي محتاجين للتغيير إذا فعلا أنت مفكر حالك أنه أنت أفضل نموذج للإنسانية أفضل نموذج للإنسان الواعي كل ياللي فيك تعمله أنك تكون أنت تكون مجرد أنت وتسلك السلوك الجيد والناس رح يتأثروا فيك ما في مجال رح يتأثروا فيك من دون ما تتعب نفسك الشخصية الجيدة اتباع الصالحة ما الندوان إحنا منملكه لازم نشربه للناس بالقوة بالملاقة لكن بالعكس تماما الشخصية الحلوة الشخصية الصالحة الجيدة هي خلينا نقول العدوة يلي بيلططوها الناس مننا من دون ما نحن نحس وإذا نحن واعيين فعلا نحن واعيين فعلا أنه الله عمل تغيير بحياتنا إذا نحن مدركين لهذا التغيير وهو تغيير حقيقي بحياتنا فينا نصلي فينا نصلي مثل ما الله فتح عائلنا وغير أفكارنا يغير أفكار الآخرين ويفتح ذهنهم على رغبة المعرفة والتعلم قد ما نكون مختلفين عن بعضنا كلنا عنا رغبة مشتركة وهي أن حياتنا تكون ناجحة أو نعيش حياة حلوة بغض النظر كيف كل واحد مننا بيشوف الحياة الناجحة أو الحياة الحلوة لكن كمؤمنين عنا رغبة أعمى من مجرد أن نعيش حياة حلوة أو حياة ناجحة وهي أنه نقدر نعكس سورة الله ونحقق غايته من خلال حياتنا وتجاربنا شو ما كانت الأشياء يلي بدنا نحققها بحياتنا أو بدنا نعكسها بحياتنا الإنجيل بيعلمنا أنه ذهننا أو طريقة تفكيرنا هي الأول وحيدة يلي بتشكل مين نحن ومين ممكن نصير طريقة تفكيرنا معتقداتنا إيماننا مجموع أفكارنا هي العدسة العدسة يلي منشوف من خلال العالم ومنترجم كل شيء بصدفنا وكل الاحتمالات يلي منشوفها أنه ممكنة أو مش ممكنة ما في شيء بيصير معنا ما إلو علاقة بأفكارنا معظم الأشياء خليني وشغلي تيرهمي هون أنه معظم الأشياء يلي منجيبها على حياتنا وخلينا ننتبه مش الأشياء يلي بتجي لحالة على حياتنا الأشياء يعني معظم الأشياء نحن منجيبها على حياتنا بتجي بسبب أناعات أو أفكار نحن منملكها خليني حاول كون شوي عملية هون حياتنا المستقبل بكرة ما إنه إشياء مقدرة علينا هيدا قدره هيدا نصيبه هيدا حظي بالحيات في بعض الأمور أكيد خارج عن سيطرتنا لأنه ما في شيء اسمه يقين بالحيات لكن رزنامة حياتك إيامك خياراتك علاقاتك ما إنه المكتوبين على شيء اسمه لوح الأضهر أدرك اليوم تقعد كل نهار تحضر تليفزيون أدرك اليوم تحكي كل نهار على أصحابك أدرك اليوم تحسد صاحباتك أدرك اليوم ما تنضف بيتك وما تهتمي بشؤون عائلتك أدرك اليوم إنه تسرق أدرك اليوم تكذب على زوجتك أدرك اليوم تغضب وتضرب لك شيء حدا الله أقدر عليك اليوم وقدر عليك ما فيك تهرب منه إنه تفتح الفيسبوك كل نهار وتضيع وقتك لأنه مش أدرك إنه تتعلم لك شيء صنعة شيء لغة أو تقرأ لك شيء كتاب مش أدرك شيء الوحيد يلي الله كتبه عليك علينا عليكي هو العقل هيدا القدر الوحيد يلي الله قدرنا يا العقل وقوة العقل قوة العقل إنه نتعلم ونتطور وإذا تركت عقلك يكبر بتكبر معه وبتكسر كل الأقدار الوهمية يلي حوقتها لنفسك ولحياتك قوتك هي أفكارك مش أقدارك فإذا قوتنا هي أفكارنا مش قدرنا نحن منقسم العالم لفئات فئة الناجحين فئة الفاشلين فئة الأواية فئة الضعاف فئة الأغبية عنا الكبرية والعنجهية حتى نصف حياة لإنسان إنه غبي الكتاب المقدس بيقلنا إنه فيه فئتين من الناس بس فئة بترغب بالمعرفة تتعلم وبتتغير وفئة بترفض المعرفة وبترفض تتعلم وبتبقى بالجهل ويلي بيعملوه من خلال الجهل بيورطن وبيورط يلي حولن قيت الكتاب المقدس بتقول كل ذكي يعمل بالمعرفة والجاهل ينشر حمقا هيدا المفهوم العميق بالكتاب المقدس بيعلمنا إنه الزكا منه شي جامد ثابت مثل ما نحن ما نفكر لكن الزكا إلو علاقة بالمعرفة قدي عند الرغبة التعلم أدي بإيه من بيلي تعلمته أدي بطب يلي تعلمته أدي حياتي بتتغير وبتتأدم ربي سؤال فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر حياتك تتغير بحسب الأفكار يلي بتآمن فيها وبتشتغل على أساسها علم الأعصاب وعلم النفس اليوم بيأكدوا هيدا المعرفية يلي عطانا إياها الكتاب المقدس من ألاف سنين أنه صحتنا وحياتنا كلها تتأثر بالأفكار يلي منصدقها ومنطبقها شو هي الأفكار يلي عم نبني حياتنا عليها لحتى إذا اجت الأمطار والعواصف والرياح حياتنا ما توقع تفاجأت بتعبير استخدمه صديق لألي بيشتغل ببرجة الكمبيوتر لما قال لي الألات عم بتصير أزكة يعني وكأنه الألات كانت زكية وعم بتصير أزكة كنا نفكر أنه العقل والزكة والإبداع هنه صفات بس للإنسان مش ممكن أنه الألة تكون زكية لكن تليفولاتنا الهواتف يلي منستعملها يلي منسميها هواتف زكية مننا إلى مجموعة معلومات ضخمة بتشتغل بحسب قواعد وبرامج وطرق نحن منعلمونيها وكل ما حطينا معلومات أكتر كل ما علمناهن أكتر كل ما صاروا أزكى وربما يصيروا أزكى منا لأنه ما بيتركوا عواطفهم ومشاعرهم تتحكم فيهم لكن دايماً الآلة الزكية تليفون الكمبيوتر أو أي شيء بيسموه اليوم أي آي أو الزكاء الإصطناعي Artificial Intelligence بيستخدم كل هاي دي الألات بتستخدم الألغوريثم يعني مجموعة قواعد تعلموها حتى يعملوا حساباتهم أو يحلوا مشكلة مجموعة قواعد تعلموها حتى يعملوا حسابات أو يحلوا مشكلتهم وما بيزيحوا عنها واو يعني فينا نقول هاي دي الأفكار يلي حطيناها بآلاتنا صارت شيء يبي يأمنوا فيه وما بيزيحوا عنه بيطبقوا بالحرف حتى يواجهوا كل سؤالة بنسألون إيه كل شيء كل بحث بنعمله كل مسألة اللي بتواجهون كل مشكلة اللي بتواجهون سؤالي من أي منطلق نحنا وعلى أي قاعدة منواجه حياتنا أو منواجه الحيات من حولنا على أي أساس منعمل حساباتنا على أي أساس منحل مشكلنا شو هو مجموع أفكارنا يعني الألغراثم يلي عم نستخدمه أي ألغراثم نحنا منستخدم الشيء الخطير اليوم بآلاتنا الزكية أنه أثبت الآلة الزكية أثبتت أنه من بعد بحاجة أنه نحنا نعلمهم استراتيجيات صاروا يقدروا بسبب المعلومات يلي عندهم إياها أنه يدربوا نفسهم أنه يلاقوا الطرق أو حلول نحنا ما علمناهن يعني صار عندهم صار عند الآلة لأنه آلة زكية قدرت الإبداع هذا يلي صار سنة 2017 لما برنامج جوجل برنامج لجوجل اسمه ألفا زيرو قدر يغرب برنامج اسمه ستار فيش ايت بلعبة الشطرانج لأنه قدر يعمل 80 ألف عملية حسابية بيتانية مع أنه يلي وضعوا برنامج ألفا زيرو ما عملوا أي استراتيجية للعبة الشطرانج يعني ما حطوا بالبرنامج استراتيجيات للعبة الشطرانج هيدا الزكرة الاستناعية لما استخدم المعرفة يلي عنده إياها جمع من المعلومات يلي عنده إياها قدر يبدع قدر يعمل شي جديد وجيد شي مخيف لكن بيتمنى أنه الفكرة تكون وصلت الألات بيرجعوا لمعرفتهم وبيستخدموا الأفكار يلي عنده إياها حتى يصيروا أزكى يعني بيرجعوا لعقلهم وبيحلوا كل شي بيواجههم بالحياة على أساس المعلومات يلي عنده إياها وبيصيروا أزكى هل نحن عارفين قيمة أفكارنا ومعتقداتنا هل نحن بنعرف بشو من آمن شو هو معتقداتي شو هي الأفكار يلي أنا متمسك فيها وعم طبقة بالحياة أو هل عندنا جرأة نسأل شو هي أفكاري يلي عم بيستخدمها لحل مشاكلي شو هي الأفكار يلي على أساسها أنا بعمل كل حساباتي وبياخد أي خطوة بحياتي شو هي الأفكار يلي أنا مؤمن فيها هل عندي جرأة أنه تفحص أفكاري وأعرف أنه هالأفكار بتخليني اتقدم لأدام شو هي الأفكار يلي بتحكم حياتي الكتاب المقدس بيعلمنا أنه إذا كنا مولودين من جديد إذا تجددنا بالخلاص روح الله بيعمل تغيير فينا هيدا التغيير بينعكس بحياتنا اليومية بينعكس على وظيفتنا بينعكس على تربية أولادنا بينعكس بعلاقاتنا بالبيت مع أزواجنا بينعكس على أي مشكلة بتواجهنا لأين وهيدا التغيير يلي بيعمل روح الله فينا هو تغيير الأفكار يعني رفع مستوى الزكاة تبعولنا رفع مستوى المعرفة تبعولنا تعميء الحكمة يلي نحن عنا إياها الخلاص ما بيغير تصرفاتنا لكن بيغير بالأول طريق تفكيرنا بيغير يعني الأشياء يلي منصدقها بيغير الأشياء يلي منعملها حساب وقيمة بيغير العادسة يلي منشوف من خلالها كل شيء ولما ذهننا وأفكارنا بيتغيروا لما بتواجهنا التجربة لما بتواجهنا المشكلة لما بتواجهنا الأزمة رح نكون مدهوشين رح نكون مدهوشين من نفسنا رح تتفاجأ من نفسك والناس اللي حولك رح يتفاجأوا لأنك قد تتصرف أو تحل المشكلة أو تضبط نفسك بطريقة أنت ما كنت بتتوقعها ولا حدا كان بيتوقعها لأنه أفكارك تغيرت والزكاية اللي عندك زاد هيدا دليل أنه الأشياء العتيقة مضت الأفكار المحدودة الأفكار العتيقة الأفكار الصغيرة مضت صار فيك فكر جديد أفضل فكر أفضل فكر أصلح أصلح من الفكر العتيق هو فكر المسيح إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة مضت هو ذا الكل قد صار جديدا المسيح علمنا كتير أشياء لكن فيه شغلتين علمنا إياهن الرب يسوع ربما هنه أهم شغلتين لحياة كل واحد مننا حتى نقدر نعيش حياة لها معنا وفيها شبع وحياة ناجحة بالمفهوم الروحي والعاطفي والنفسي مسيح علمنا أهم قوتين بيحكم حياتنا هن قوة أفكارنا وقوة السؤال أو الطلب بهذه الحلقة رح أحكي عن قوة الأفكار إذا نحن بنفهم أنه السلاح قوة أو المال قوة أو الجمال قوة أو السلطة قوة يعني من خلالهم منقدر ناخد كتير من الأشياء يلي بدنا إياها مرات كتير الأفكار هي أقوى من هيد الأشياء كلها الأفكار هي أقوى قوة بتخلينا نعيش الحياة يلي نحن بنختارها وما ندخل على حياتنا إلا الشيء يلي نحن بدنا إياه وإلا الشيء الأفضل أفكارنا هي القوية اللي بتتحكم بفرحنا وبحزننا وبكل مشاكل حياتنا مثلا خلينا أعطي مثل عملي مجرد ما تفكر أنا غير كفوق أنا مش مؤهل أعمل أو إنجح أو أتغير أنا ما في أعمل هيك ما في أتعلم هذه الشغلة فإذا لما نفكر بهذه الطريقة أنت حضرت نفسك للإحباط وللحزن وللخوف بالتالي شو عملت؟ وقفت نفسك عن العمل ما بتعود تقدر تعمل أي شيء لأنك فكرت ما في أعمل شيء مجرد ما نفكر ما في أعمل شيء ما منعود نحاوي ما منعود نجرب لما بتقول أنا بقبل التحدي بالعكس لما بقول أنا بقبل التحدي أنا مستعد تجرب يلي منحس فيه هو شجاعة لما منقول أنا يعني فكري بيقول أنا مستعد تجرب منحس بي شجاعة جواتنا منلاقي حالنا مستعدين نبدأ الشغل ومش خايفين من الفشل وفعلاً منبدأ العمل الكتاب المقدس بعلمنا أنه ننتبه لأفكارنا ننتبه لأفكارنا نقرأ بأمثال سليمان لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو شو بتفكر بقلبك؟ هيدا أنت أنت صورة عن أفكارك الفكر بيعكس حالة القلب وحياتنا بتصير تشبه أفكارنا إذا منك راضي عن حياتك منك راضي عن حياتك صار الوقت أنه تفحصوا أفكاركم رب يسوع لما وقف يعلم الناس كان يبدأ كل تعليم بجملة كتير مهمة سمعتم أنه قيل أو كان يقول سمعتم أنه قيل للقدماء يعني أنت وعنكم معتقادات أفكار أخدتوها عن يلي قابلكن أنت عايشين بحسب أفكار تعلمتوها وأما أنا رب يسوع بيقول لهم وأما أنا فأقول لكم يعني خلينا نفحص فكر الماضي سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغد عدوك تعلمتو أنه تحبه يلي يحبكن تعلمتو أنه تعمله منيح مع الشخص يلي بيقدر يرد المنيح أو يلي بيقدر يرد الجميل تعلمتو تساعده إذا حدا بيقدر يساعدكن تعلمتو ما طعتو إلا ما تاخدو تعلمتو العين بالعين والسن بالسن يلي بيكرهك تكرهو يلي بيبغدك تبغدو يلي بيسبك بتسبو يلي بيلعنك تلعنو تعلمتو هايدي الأفكار وما وصلتو لأي شي صالح ما تغيرتو منك سعيد اليوم لما بتبغد حتى لما بتبغد الناس يلي ما بيستاهلوا المحبة منك سعيد البغد بيحط بقلبك سم وبيخليك كل الوقت تفكر بالانتقام وكل الوقت خايف هيدا الفكر هو يلي بيخلي حياتنا جحيم مش العدو عدوك فيك تتخلص منه لما بتتخلص من فكرة العداوي يلي براسك الأساس هو أفكارنا لهيك المسيح بيقول قيل لكم تعلمتو أما أنا فأقول لكم أنا بعلمكم أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا إلى مبغديكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويتهدونكم ألغوريزم جديد طريقة حسابات جديدة معرفة جديدة تعطينا طريقة جديدة حتى نحل كل مشاكلنا ونعمل حساباتنا من أول جديد علم جديد حتى يغير خلينا نقول مستوى الزكاية اللي عنا إياه يرفع مستوى المعرفة مستوى السلوك محل اللعنة بارك محل الانتقام احسن عمور رحمة ومحل التفكير السلبي الانتقامية اللي بخليك دايما نازل إلى الحضيد صلي الصلاة يمكن ما تغير العدو يمكن ما تغير الآخر لكن الصلاة بتعطيك إليك السلام والفرح والأمان مع الله ومع نفسك غير أفكارك حتى تتغير حياتك الأفكار هي قوة حياتك والزكاة منه شي جامد محدود كل ما عرفنا أفضل كل ما زكانا صار أقوى وأفضل وأفكارنا صارت أقوى المسيح بيعرف قبل ما كل العلم إلنا قبل ما علم الأعصاب وفحص الهرمونات بالدماغ تبين لنا أنه وأفكارنا بتغير صحتنا وأفكارنا بتغير حياتنا المسيح بيعرف لأنه إله الحياة وعلمنا أنك قادر أنك تطور حياتك وتصير إنسان أفضل لما بتنتبه لأفكارك وبتغيرها قيل لكم أو سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم علموكم أنه بس القتل هو يكسر للوصية لوصية الله بس القتل بيزعل الله منك وبيخلي الله يحاسبك لما بتقتل إذا دربت مش مشكل إذا كسرت حدا بكلامك منه مشكل هيك تعلمت بالماضي أما أنا فأقول لكم حاسبوا نفسكم على الغضب وكأنكم عم بتحاسبوا غيركم على جريمة الله راح يحسبكم على نتائج الغضب مثل ما بيحاسب على نتائج الجريمة إذا ما فيه توبة وتغيير فإذا معرفتك ما عادت محدودة زكاك ما منه جامد صار عندك معرفة أكبر وأكمل وأسمى وأفضل حساباتك صار لازم تتغير غير طريقة تفكيرك وحل مشاكلك تحتى تصير حياتك أفضل لما بتكون بعلاقة مع الله من خلال الصلاة والتأمل من خلال شركة روح القدس هاو دي اللي بيعطوك سلامك بيأكدوا قيمتك بيعلموك الحكمة بيعلموك تحط الحدود بينك وبين الآخرين بيعلموك أنه قيمتك ما بتجي من الناس مش الناس بنقصوا قيمتك أو بيزدوها لكن أفكارك وأعمالك يلي بتعكس إيمانك هي يلي بتغير كامل أفكارك وهي يلي بتحررك من كل الأفكار يلي ممكن أنه تدمرك أي شيء ممكن عدم الغفران الحقد الشر وبتعطيك الحرية لحتى تقدر تعيش حياة أفضل لا مش بس لحتى نعيش الحياة الأفضل كمان لحتى نقدر نعكس صورة الله بحياتنا لأنه مثل ما قلت أفكارنا بتعكس إلهنا رب يسوع قالنا لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات أنت منك بس ملك نفسك خاصة كمؤمنين نحن الأفكار يلي بتمشي حياتنا ما بس بتفرجي مين نحن هم تعكس مين إلهنا نحن إيد الله على الأرض أنت ابن بيك السماوي أنت بنت بيك السماوي والأرض يلي رح تتركوه وراكن لازم يكون أرض مقدس بيعكس قداسة الآب السماوي وفكر الآب السماوي بطريقة عملية كيفنا نغير أفكارنا معظمنا ما منقدر نحقق شي بحياتنا لأنه ما حدا شجعنا ما حدا شجعنا أنه عنا قدرات وقوة ما حدا عطانا الحرية أنه نجرب ونغلط علمونا أنه الغلط يعني غبة وفشل لهيك هيد الأفكار يلي نحن صدقناها خلتنا نحكم على نفسنا أنه على الأرجح نحن فاشلين أو رح نفجل خلينا نتذكر تعليم المسيح قيلة لكم أنا عم مذكركم أنه فيه أشي تعلنت وليزم تهدموها اليوم لحتى المعرفة الجديدة ترفع مستوى أفكاركم مستوى زكاكم تمشيكم لقدام تنميكم تساعدكم لحتى تتقدموا ربي يسوع قال أما أنا فأقول لكم الحق أقول أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم كل شيء بتفكروا أنه بدكن تعملوها بتحطوا طائط العمل فيه بحسب المعرفة الجيدة بتقدروا تعملوها نحن ما نفكر أنه لازم يكون عنا خطة عمل عظيمة وكبيرة ونعرف كل خطوة لكل شيء لحتى نقدر يعني نضبن النجاح وكأنه النجاح لازم يكون مرسوم بشكل ثابت ومسبق وبارز وإلو شكل معين حتى قبل ما نبدأ يلي نحن محتاجين وقبل المخطط العظيم هو إيمان عظيم حتى نقدر نبدأ العمل بداية العمل لازم يكون عنا إيمان أنه أنا فيه أعمل لأنه شيء اللي ما نبدأ فيه ما فينا نحققه وبدل ما تكون أفكارنا هي أفكار الخوف من الفشل مع أنه كلمة الله واضحة الله لم يعطينا روح الفشل لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة روح المحبة روح النصح يعني الإرشاد لازم نبدأ بالعمل العمل حتى لما بيفشل بيكون علمنا شيء يعني حتى لما بنعمل شيء ومنفشل بنكون تعلمنا شيء نحن بنفشل لأنه بدنا مرات نشوف النهاية قبل ما نبدأ ما فينا نشوف النهاية قبل ما نبدأ كل نجاح هو عملية مترابطة الأفكار والحلقات والأعمال والتسلسل قوة الفكرة تترجم بالعمل بغض النظر عن النتيجة وإذا ما وصلنا لنتيجة اللي بدنا إياها فينا نغير طريقة العمل فينا نبذل جهد أكبر وهي دا كله بيجي من الإيمان أنه أنا فيي أعمل شيء فيي أتحسن فيي أتغير لو كل مرة شوي فيي أتغير لو كل يوم غيرت فكرة فكرة ورا فكرة بصير إنسان آخر وبصير إنسان أفضل وحياتي بتصير أفضل كلنا فينا نتقدم كلنا فينا ننمى إذا بدلنا جهد إذا ركزنا على الشيء اللي عمنا عمله الشيء اللي بدنا نحقله بدل من ركز اهتمامنا على تقييم الناس لنا الناس يلي بينجحوا أول شيء بيعملوا إنه بيبدأوا يلي بينجحوا أول شيء بيعملوا إنه بيبدأوا بالعمل تاني شيء بيجربوا إشياء كتير بينجحوا بإشياء وبيفشلوا بإشياء تانية لكن بيتعلموا من النجاح وبيتعلموا من الفشل ومع الوقت بيصيروا يخلقوا الفرص لنفسهم وبيتقدموا وربما يخلقوا فرص لأشخاص آخرين بدك تغير طريقة عنايتك ببيتك بدك تغير بصحتك بدك تبدأ مشروع بدك تتعلم شي جديد بدك تغير مجال عملك بدك تتعلم الرسم بدك تكتب قرر شو هي أول خطوة لازم تعملها وكفي كمل التركيز والتكرار والثبات هن يلي بيوصلونا للاحتراف إن كنت تؤمن شو فيه بأفكارك إن كنت تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن وين قوة أفكارك صلاة إنه هيد الحلقة تكون لما ستقلوكم وتكون عطتكم الدفع إنه تبدو أول خطوة حتى تغيروا كل شيء أنتم محتاجين تغيروا بحياتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر